الأمم المتحدة وأجهزتها في سبيل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأطفال بشكل خاص التحالف العربي في القائمة السوداء لمنتهك حقوق الأطفال مجددا أعادت الأمم المتحدة فتح الملف الذي اعتقد التحالف بقيادة الرياض أنه قد أغلق هذه المرة ليست تحالف وحده ضمن هذه القائمة الملحقة بالتقرير الأممي السنوي عن الأطفال فقد ضمت القائمة الحوثيين والحكومة ومن أسماهم التقرير المسلحين الموالين لحكومة التقرير تحدث عن مقتل وإصابة 683 طفلا وشن هجمات هدم الثمانية وثلاثين مستشفى ومدرسة خلال العام 2016 وهي انتهاكات يتحمل الإنقلابيون المسؤولية عن الجزء الأكبر منها والتي تمت بقصد إذاء المدنيين وإخضاعهم وفقا لمنظمات حقوقية محلية لم يتأخر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس عن تسليم التقرير ملحقا به هذه القائمة إلى مجلس الأمن تطور يدفع بالسعودية إلى خوض معركة حقوقية جديدة غير مضمونة النتائج هذه المرة ليس هناك إجراءات فورية يمكن للأمم المتحدة اتخاذها حيال الدول والأطراف التي تدرج في هذه القائمة السوداء لكن إجراءا كهذا يشكل تغطية فعالة لنشاط المنظمات الحقوقية التي تعمل لدى عواصم التأثير الغربية منذ بدء الحرب في مسعى لإيقاثها أكبر منظمتين دوليتين وهما العفو الدولية وهيوم الرايتس ووتش رحبت بإدراج التحالف في القائمة السوداء وسارعت الأخيرة إلى المطالبة بتعليق جميع مبيعات الأسلحة للتحالف التحالف ذاته تنفس الصعداء قبل أيام بعد أن أجهض تحركا دوليا قادته هولندا وكندا في مجلس حقوق الإنسان بجينيف كان يسعى إلى اعتماد قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن دون أن يستطيع تجنب الضغط الذي سمح بإرسال الخبراء دوليين إلى اليمن ليجيد التحالف نفسه أمام تحدي بهذا الوزن لا أفق لنهاية الحرب على ما يبدو ولا وضوح من جانب التحالف للتزام بالأهداف المعلنة لكن التاركة الحقوقية والإنسانية للحرب باتت أثقل من أن تحتمل في مقابل ما تقدمه الضغوطات الدولية من إسناد غير مباشر للإنقلابيين والاستمرار الفوضى في البلاد